نحن الآن في منطقة دار الأحداث حيث تدور مواجهات عنيفة هنا في جبل الهان الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وصالح وهي المنطقة الفاصلة ما بين ريال المقاومة الشعبية والجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هناك منطقة جبل الاريال الذي تسيطر عليه المقاومة فيما تحاول الميليشيات الانقلابية إحكام سيطرتها بالكامل على هذا القبل وللحديث عن أهمية هذا الموقع الذي تسيطر الميليشيات الانقلابية على أجزاء واسعة منه ينضم إلينا هنا القياد الميداني جعفر دماغ ليحدثنا عن أهمية هذه المنطقة تدور الآن بيننا وبينهم معارك قوية وعنيفة وبكافة على المسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة كون قبل الهان منطقة أو قبل استراتيجي هام يطل على منطقة الثلاثين وكذلك على الدفاع على اللواء خمسة وثلاثين وكذلك على حذران والربيعي وهي منطقة إمداد لهم وإسناد لهم وكذلك على حدائق الصالح والسقن المركزي والمنشآت أو شركة النفط ودار الأحداث إذن لا زالت الشباكات مستمرة هنا ولا زالت الميليشيات الإنقلابية تستميت من أجل إحكام سيطرتها على هذا الموقع فيما يتصدى لهم رجال المقاومة الشعبية مسنون للجيش الوطني في محاولة لمنعهم من التقدم وإحكام سيطرتهم على هذا الموقع عمزامي قناة بالقيس